اشتركوا في القناة ربما ستستقبل هذه البيانات نتحدث عن افتتاحيات سوف تكون قبل افتتاحيات وولستريت وباقي الأسواق بالفعل نحن هذا اليوم من نظار بيانات التضخم من الولايات المتحدة الأمريكية بحسب مؤشر سعر المستهلك الأمريكي وتشير التوقعات إلى احتمالية المشهر القليل من الارتفاع في التضخم على المستوى الشهري وهذا بعد أن وصل التضخم بحسب مؤشر سعر المستهلك سابقا بحسب آخر البيانات إلى 1.7% تعتبر بيانات التضخم حاليا من الولايات المتحدة الأمريكية مهمة جدا بوجه خاص وذلك مع استمرارية البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في تحفيزه للاقتصاد ووعوده بأن يستمر هذا التحفيز بأسعار فائدة قريبة من الصفر إلى جانب برامج شراء أصول تزيير قيمتها عن 120 مليار دولار أمريكي شهريا لكن هنا يعود المتداولون للتذكر لما حصل خلال الفترة من بين عام 2002 و2008 عندما قام رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي آنذاك آلن جريسبان بالحفاظ على مستويات الفائدة في مستويات منخفضة جدا لفترة مطولة من الزمن وما لحقها من ارتفاعات كبيرة في التضخم بحسب مؤشر سعر المستهلك مما أنشأ فقاعات اقتصادية تسببت في الأزمة المالية العالمية 2008 وهنا يرى المتداولون أن الفدرالي الأمريكي رغم معوده بأنه سيستمر بتحفيز الاقتصاد لكن لو بدأ التضخم بالارتفاع بشكل متسارع على الأقل الفدرالي الأمريكي ربما سوف يقوم بخفض برامج شراء الأصول وبالتالي بيانات التضخم هذا اليوم لها قسمين الأول هو تقييم وضع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في حال ظهرت بيانات التضخم بأعلى من التوقعات قليلا فربما تكون تلك إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي متسارع في نموه بالفعل كما هي توقعات الفدرالي وصندوق النقد الدولي لكن إن جاءت أقل من ذلك فربما يكون إشارة إلى استمرارية تحفيز الاقتصاد لفترة مطولة من الزمن من الفدرالي وهذا ما قد يكون تأثيره كبير جدا على الأسواق المالية وتحديدا على أسواق الأسهم فأسواق الأسهم ربما ستستقبل بيانات التضخم الإيجابية على نحو إيجابي أيضا لكن أخذنا بعين الاعتبار أن الإيجابية في بيانات التضخم ربما ستكون سبب في أن تكون الموجات الصاعدة لأسواق الأسهم على المدى المتوسط لكن على المدى الطويل سيبدأ القلق من عودة انخفاضها بسبب توقعات أو ارتفاع عندها توقعات أن يقوم الفدرالي بسحة تحفيزاته لكن البيانات السلبية بالنسبة للتضخم قد تدفع مؤشرات الأسهم لبعض الانخفاض هذا اليوم في الولايات المتحدة لكن على المدى الأبعد ربما ستبقى ضمن اتجاهات صاعدة وسط توقعات استمرار الفدرالي بتحفيز الاختصار ولكن نتحدث عن المعدن نتحدث عن الذهب بالنسبة لهذا المعدن الذي يعد كأداة تحوط من التضخم هل سنشهد ربما دخول عليه على الرغم من هذه التلاجعات التي لا تزال مستمرة ولا نزال فوق مستويات 1700 دولار هذه المستويات التي استمرت لفترة طويلة عندها الذهب هل نتوقع ربما تغيير في التوجه خلال الفترة المقبلة من قبل المستثمرين تماما كما تفضلت لنا فترة طويلة بأسعار الذهب وهي حول مستويات 1700 دولار أو فوقها بقليل حاليا المتداولون ينظرون إلى مستويات التضخم المنخفضة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عديد من الدول العالم بل إن بعض الدول مثل اليابان فيها مستويات التضخم بحسب مؤشرات سعر المستهلك بالسالب وهذا ما يضغط على أسعار الذهب على المدى القصير هناك ملاحظة أحب التطرق لها حاليا وهي أن الصندوق المتداولة بالذهب انخفضت حيازتها بالذهب بمقدار 2.9% الشهر الماضي وهذا اندل على شيء يدل على أن المتداولين يتوجهون لأسواق الأسهم أو أسواق الاستثمار المباشر في ظل أولا انخفاض مستويات التضخم الحالية في العالم إلى جانب سياسات البنوك المركزية والحكومات حول العالم التي ما زالت تتوجه للتحفيزات الاقتصادية الهائلة وأخرها أيضا حاليا ننتظر نحن خطط انفاق جديدة من الولايات المتحدة قد تغير هيكلية الاقتصاد الأمريكي بالتالي يتوجه المتداولون لأسواق العادة المرتفع مما يسبب الضغط الهابط على أسعار الذهب على المدى القصير لكن على المدى الأبعد فاحتمالات ارتفاع مستويات التضخم قائمة وبشكل كبير وهذا ما قد يجعل أسعار الذهب ترتفع على المدى الأبعد لكن مع عدم استبعاد مرة أخرى بأن تكون محاولات الصعود محدودة على الأقل خلال الفترة الجارية وربما سيبقى الضغط الهابط لبعض الوقت ضمن النطاقات المحدودة ذلك بسبب أولا انخفاض التضخم حاليا إلى جانب تفضيل أسواق العائد المرتفع نعم السيد ساركيس نتقل معك إلى المنطقة الأسيوية هذه المرة شاهدنا البيانات الاقتصادية الخاصة بالصين نتحدث عن بيانات الميزان التجاري تحديدا والذي شاهد أقل كثير من التوقعات شاهدنا تدولات الجلسة كانت على بعض المكسب ولكن أنهينا وأغلقنا اليوم في المنطقة نتحدث عن مؤشرات الصينية على بعض التلاجعات ربما كيف نقرأ هذه البيانات في هذه الأثناء تحديدا الآن بالنسبة لبيانات الميزان التجاري الصيني يعتقد الكثيرون بأن البيانات تعتبر سلبية لأنها أشارت إلى الخفاض ملموس في الفائض لكن في الحقيقة دعونا ننظر إلى تفاصيل هذه البيانات ولماذا انخفض الفائض أولا ارتفعت الصادرات على مستوى سنوي بمقدار 30.6% لكن الذي سبب من خفاض الفائض هو الارتفاع الكبير والأكبر منذ عام 2017 في الواردات التي ارتفعت بمقدار أكثر من 38% وهذا اندل على شيء يدل على أن الاقتصاد الصيني مستمر في وطيرة التعافي السريع وأيضا في نفس الوقت هناك تعافي اقتصادي عالمي وهذا ما أكده أيضا صندوق النقد الدولي في آخر تقديراته لنمو الناتج محلي الإجمالي العالمي من هنا امتعشت أسواق الأسهم الأسيوية بشكل عام وسط هذه الأنباء التي أشارت إلى تعافي أكبر أو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الصيني إلى جانب استمرار التعافي في الاقتصاد العالمي لكن بالنسبة لمؤشرات الأسهم الصينية فأصبح المتداولون أكثر قلقا تجاه احتمالية أن يقوم بنك الشعب الصيني بتقليص تحفيزاته للاقتصاد وهذا ما سبب بعض الانخفاض في مؤشرات الأسهم الصينية لكن بشكل عام تبدو بأن البيانات مبشرة بأن الاقتصاد الصيني والعالمي ربما سيستمران في وثيرة التعافي الجيدة هذه السنة نعم أنا أشكر سيد ساركيز شكريان وأنت محل الأسواق عالمية ترجمة نانسي قنقر